اللي أنا كنت بقوله من شوية إيه الفترة اللي أنت بتحس أن أنت مبسوط فيها أكتر؟ هي فترة طويلة كلاعب كرة عظيم وفترة طويلة كإعلامي كبير إيه بالنسبة لك الفترة اللي دايماً بتحبها أكتر؟ والله فترة الكرة طبعاً يعني ما فيش موجه للمقارنة أولاً فترة الكرة كنت يمكن من ضمن الحاجات الألقاب اللي أنا خدتها كنت الأكتر شعبية في مصر يعني كان جمهور الزمالك والأهلي بحبوني جداً وحتى ما كنت بيتم متقابل في الشارع يعني يقولوني إحنا بنحبك جداً جمهور الأهلي حتى في مطلعة الزالي مثلاً كان نص جمهور الموجود زمالك وأهلي فكان جمهور بيحبني أكتر وكان دايماً بيطلق علي أن أنا ملعي بقى لأكتر شعبية في مصر من كتر حب الناس لي يعني يعني يقول لك خالد أنظر ده والله محبوب من الجمهور الزمالك ومحبوب من جمهور الأهلي طب ده وإنت كان لعب كورا ده كان لعب بقى الإعلامي بقى الموضوع باص كنت لسه عشالك كإعلامي بقى لاني موضوع باص لأن الإعلام يعني طالما الموضوع قلب لأراء وبقى الانتماء بقى يعني شيء صعب في عالم السوشيال ميديا أنت كنت بتتكلم في بداية الحالة وأنا بتفرج عليك يعني أن السوشيال ميديا بقى حاجة خطيرة يعني في حياتنا أنا مش في العالم مش في مصر بس في العالم كله طبعا وأنا كالعيب كرة كنت باستمتع أكتر ببسط أكتر حياتي أنا يعني يعني يمكن كنت لسه قريب في مطش الهلال والزمالك كنت على الملعب بتاع نهاية نهاية كاس العالم يعني لو سيل كنت ما لاقول يا سلام لواحد رجع تاني ويرجع يلعب على الملعب الجميل دوت ويبدأ يعني زي الأول لكن طبعا الإعلام بقى صعب أوي يعني موضوع صعب